هناك حدث جديد قد يحدث في ما يسمى بالسعودية من قبل البكرية هذا الحدث لطالما أنكروا على شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الممارسة أو هذا الطقس من الطقوس الشيعية إذا صح التعبير اليوم يستعير البكرية هذا الطقس من طقوس الشيعة ليعبرون به عن أمر ما يشابه لطقوس الشيعة ما كانوا يستنكرون به علينا في الأمس هم يفعلونه اليوم ويقرون به ويعملون به لكن وفق سياساتهم الظالمة وفق المعايير الدنيوية مشيا على الأقدام سعوديان ينطلقان إلى الإمارات للمشاركة في عزاء الشهداء السعودية شهداء الوطن وهناك صورة ياريت مخرج حطلي التغريدة نشوف الخبر في جريدة البيان مشيا على الأقدام سعوديان ينطلقان إلى الإمارات للمشاركة في عزاء الشهداء انطلاقا من واجب الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين السعودي والإماراتي بدأ المواطنان السعوديان مانع بن ثواب المناعي ومحمد بن سعد الشهراني رحلة مشيا على الأقدام من مدينة الهفوف بالمملكة أو ما يسمى بالمملكة العربية السعودية إلى أبو ظبي لمشاركة الشعب الإماراتي في عزاء شهداء الإمارات وفقا لما ذكرته صحيفة الرياض وقال المواطنان السعوديان من واقع الواجب والود والمحبة والوفاء بين البلدين قيادة وشعبا فقد قررنا أن نعبر عن أو نعبر عن هذه المشاعر بطريقتنا وذلك برحلة مشيا على الأقدام في الأراضي السعودية إلى أراضي الإمارات العربية المتحدة وهو عمل بسيط قياسا بالمكانة الكبيرة لقيادة وشعب كلا البلدين واستبدال واستشهاد شهداء واستبسال واستشهاد شهداء الإمارات في هذه المعركة العادلة وهم يشاركوننا في الحرب ضد الميليشيات الطائفية في اليمن عندما كان يذهب شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أبي الأحرار سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يذهب الجمع الغفير من شيعة أمير المؤمنين مشيا على الأقدام الذي ضربوا به أروع الأمثلة في يوم الأربعين مثلا وطبعا الشيعي يمشون في الأربعين وغير الأربعين ولكن الذروة تكون في يوم الأربعين الذي هو قادم بإذن الله تعالى قريبا وسوف ترون هذه المحافل المليونية التي تشتاح العالم من أجل أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه